استقبل صاحب السمو الملكية لمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر صاحب السمو الملكية لمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء وذلك بقصلك ضيبية صباح اليوم حيث أكد سموهما أن اهتمام جلالة الملك المفدى بتكريم من قدم الكثير من أجل وطنهم ومجتمعهم وأسهم بفاعلية في مسيرة النهضة والتحديث يعطي الجميع الحافزة والدافعة للبذل والعطاء وأشار سموهما إلى أن كل جهد وطني له محله من التقدير والاعدزاز من جلالة العهد المفدى والحكومة التي تحرص دوما على أن تهيئ أفضل الأجواء المحفزة على التميز وخلال اللقاء أن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمناسبة تخرج نجله سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الكلية البحرية الملكية البريطانية وحصوله على درجة الامتياز مع مرتبة الشرف وجائزة آمر الكلية منوها سموه بهذا الإنجاز العلمي والعسكري الذي حققه سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة والذي يعكس ما يتمتع به شباب البحرين من عزم ومثابرة في اكتساب المعارف والمهارات التي تعزز من فاعلية دورهم في مسيرة العمل الوطني وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن الحكومة حريصة على تهيئة الأجواء التي تحفز الشباب البحريني على الإبداع في المجالات المختلفة متمنيا سموه لسمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة التوفيق والنجاح في حياته العلمية والعملية المستقبلية وقد أعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء عن الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على تهاني سموه ومشاعره الطيبة منوها بتوجيهات سموه المستمرة لدعم الشباب وتعزيز قدراتهم على تقديم الأفضل لوطنهم ومجتمعهم وأمتهم